السلام عليكم أهلا وسهلا مرحبا بالجميع عادة في قناتنا لا نضع مراجعات للهواتف لكن اليوم مراجعة مختلفة سأعطيكم رأييي الشخصي وما هي المشاكل اللي واجهتها في الآيفون 12 برو ماكس الأخير أحبي من أبل هذا الجهاز طبعا هو آخر نسخة وأعلىها سعرا يعني تقريبا 20 ألف درهم مغربية يعني تقريبا 2000 دولار للآيفون 12 برو ماكس أحبي اليوم سنضع لكم تجربتي أو سأشارككم تجربتي من تحويل من الأندرويد إلى الآيفون وما هي المشاكل اللي واجهتها خصوصا إخواني في المغرب يجب أخذ هذه النقط يعني في الاعتبار لأن الآيفون هناك بعض المشاكل ستعانون منها وسنبدأ على بركة الله بسردها في هذه المراجعة القصيرة لتجربتنا على الآيفون 12 برو ماكس إذن لا تداب بعيدا خليك معنا بعد هذا الفاصل القصير أهلا بكم مرة ثانية قبل أن نبدأ أدعوكم بالاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس واللايك لهذا الفيديو لأنه فيه معلومات مهمة ربما لم يتطرق إليها عدد كبير من اليوتيوبر خصوصا العرب أو المغاربة لماذا؟ لأن هناك تجارب أخرى إخواني مغايرة على هواتف الأبل واليوم أول تجربة إخواني بالنسبة لهذا الهاتف طبعا نعلم بأن أبل وضعت له حافة هذه المرة يعني جسم مسطح عكس الآيفون 11 برو ماكس إذن أول شيء إخواني طبعا الحجم هو متقارب مع كما تشاهدون طبعا هم متقاربين بينه وبين الأندرويد نوت 9 اللي هو سامسونج نوت 9 إذن أول شيء إخواني بأن هناك يعني عندما تأخذ الهاتف في يديك طبعا هو يعني تحس بأنك غير مرتاح وأنت واخد الجهاز في إيدك الحافة هذه تسبب بعض المشاكل إخواني إذن ضروري أن تستعمل كوفر أو غطاء لهذا الجهاز هذا يعني أنا لا يهمني المهم المشكلة اللي عانيت منه شخصيا أول شيء حباي هو الواتساب نعم ربما بعد يقول لك خلاص يعني الواتساب نقوم بحدفه من الهاتف القديم ونفعله من جديد على الآيفون لكن إخواني الأمر ليس بهذه السهولة تحويل واتساب داتا كاملة من الأندرويد إلى أبل شيء مختلف إخواني وعانيت منه شخصيا أنا حسابي واتساب هنا يعني فيه ألاف الرسائل عدد كبير مهول من الداتا وقمت بتحويله إلى هنا لكن وجدت مشكلة بأن هنا الباك أب لدي على جوجل درايف وهنا الباك أب ستكون على الاي كلاب إذن تحتاجون في هذه العملية إلى برنامج وهو اي كار فون وهذا البرنامج طبعا هو مدفوع يعني ستدفع المزيد من الأموال لتحويل الداتا من الواتساب إلى هاتفك هكذا هذه الطريقة إخواني كلفتني تقريبا 40 يورو أو تقريبا 500 درهم مغربية لتحويل هذه الداتا والبرنامج طبعا هو تشري منه إما الشهر أو السنة اللايسنس سنة طبعا اشتريتها لتحويل الداتا من الأندرويد إلى الآيفون هذا أول مشكل إخواني وحله طبعا المزيد من الخسائر المالية نأتي لثاني مشكل عانيت منه هو هو بأننا هنا في المغرب الأب ستور لا يوجد عليه لا يوتيوب ولا يوتيوب سوديو يعني تصور بأن لديك هاتف بألف بعشرين ألف درهم ولا تستطيع تنزيل يوتيوب وهنا طبعا نتساءل مع أبل مسائل أبل لماذا المغرب أو بعض البلدان العربية لا يمكننا تنزيل مثلا أبسط شيء يوتيوب تقبيق يوتيوب اللي هو بسيط جدا أن ننزله على الأب ستور لماذا بلداننا نحن العربية ممنوع عليهم أن ينزلوا اليوتيوب أو يوتيوب سوديو على الأب ستور وهذا المشكل إخواني طبعا يمكن حله بكل سهولة بأن تقومون بتغيير المنطقة أو الرجيون من بلدك مثلا من المغرب قمت بتحويلها إلى كوريا ومن كوريا طبعا في المتجر الكوري قمت بتنزيل يوتيوب ويوتيوب سوديو وبعد ذلك قمت بالتحويل مرة ثانية إلى المغرب وهكذا طبعا كما تشاهدون طبعا حصلت على يوتيوب ويوتيوب سوديو اللي أعمل عليه طبعا لقناتي إذن هذا المشكل إخواني يعاني منه الأغلبية ولم يتطرق له أي واحد عند مراجعة الهاتف يعني نحن نريد هذه المشاكل اللي نعاني منها نحن هنا في المغرب شيء آخر إخواني في المتجر طبعا متجر أبل أو الأب ستور هناك ثاني بعض المشاكل مثلا لدي حساب على سبوتيفاي دخلت على أب ستور لم أجد التطبيق ولا يمكنني استخدام الهاتف وعليه حسابي سبوتيفاي خصوصا بأنني أقوم بشبكه في السيارة لذلك وداعا سبوتيفاي على الأبل دخلت على الجوجل وبحث عن المشكل وجدت أن هناك مشاكل بين أبل وبين سبوتيفاي وقاموا بحضر التطبيق خصوصا بأن هناك منافسة شرسة بين سبوتيفاي وبين آيتونس وأبل ميوزيك إذن دائما الضحية والمسالك ودائما هذه المشاكل طبعا لا يمكن إيجاد حل لها إذن لدي الحساب سبوتيفاي الآن على الأندرويد وطبعا في آخر المطاف سأبقى أيضا بهذا الهاتف يعني ضروري أي محتوى أو أن تتعمل على الإنترنت يجب أن يكون لديك هاتف آيفون وفي الإضافة إلى الأندرويد لا تستغني عنه إذن هذا من المشاكل أيضا إخواني بالنسبة للآيفون هناك مشكل في الأداء بالنسبة لبعض البلدان يعني الحمد لله يعني وذكرت ذلك في عدة مرات وفي أحد البث المباشر قمت بالإشارة إليه بأنه كنا محرومين من متجر أب ستور لم يكن نستطيع تنزيل أي تطبيق أو شراء تطبيق وحتى منطقتنا المغربي أو البلدنا المغرب لم يكن في الأب ستور بذلك مؤخرا وضعتنا في اللائحة وضيفة المغرب لللائحة ويمكننا شراء أي تطبيق وعلى ذكر شراء تطبيقات إخواني نعم يمكنك شراء تطبيق الآن من المغرب ولكن هناك بعض تطبيقات التي هي غير متوفرة أصلا كما قلنا في المتجر المغربي على ذكر التطبيقات إخواني من المشاكل اللي وجدتها في هذا الهاتف واللي عليه أقوى كاميرات في العالم حاليا هي هذه اللي على هذا الهاتف والتطبيق الخاص بالكاميرا اللي على هاتف الآيفون ضعيف جدا وليس فيه إمكانيات احترافية خصوصا نحن في التصوير نحتاج إلى إمكانيات احترافية تعديل على الآيزو تعديل على الفوكوس تعديل على الألوان على الوايت بارلانس على عدد كبير من الأمور وهذا لا يوجد في التطبيق اللي يأتي مع الأبل في آيفون إذن يجب عليك شراء تطبيق آخر وأنصحكم بفيلميك برو اللي تشاهدونه طبعا هذا التطبيق إخواني فهو رائع واحترافي سعره تقريبا بحدود 200 درهم مغربية وهو ممتاز جدا وأنصح به كل منشئ محتوى أو أي شخص يريد أن يحصل على فيديو أو تصوير فيديو احترافي يمكن أن تستخدم أخي هذا البرنامج وهو رائع جدا هذا من ناحية الفيديو من المشاكل أيضا اللي ستجدونها في الآيفون إخواني هو مشكل المساحة أو التخزين السحابي مثلا نعلم بأن في الأندرويد في أي هاتف أندرويد في جيميل يعطيكم على الجوجل درايف طبعا الجوجل درايف يعطيكم 15 جيجا مجانية ويمكن لكم شراء المزيد على أبل فقط 5 جيجا على الأي كلاود أنا في الواتساب والي وحدي لدي تقريبا 8 جيجا باتا يعني يجب عليكم شراء المزيد من المساحة وأيضا هذه المساحة طبعا هي عبر اشتراك شهري كما تشاهدون يمكنكم شراء حسب الاحتياجات الخاصة بكم وهذه طبعا من المشاكل اللي ستعانون منها يعني الآي كلاود خمسة جيجا ستمتلئ بكل سهولة وهذا يجب عليكم دفع المزيد والآي كلاود مهم جدا عند التحويل طبعا من آيفون من هاتف آيفون مثلا إلى هاتف آخر لو يشريت جهاز آخر وهذا من المشاكل إخواني والفرق بأن كما قلنا أندرويد تعطيكم 15 جيجا الأبل فقط خمسة جيجا والمزيد من الأموال اللي تخسر على هذه الأمور من المشاكل أيضا اللي عانيت منها هو منفذ اللينتيك منفذ السماعات هذا الهاتف طبعا لا يأتي بمنفذ سماعة هنا كما تشاهدون وأنا للتصوير سأحتاج إلى مايكروفون احترافي كما تشاهدون إخواني هذا مايكروفون وايرليس رود لدي أيضا مايكروفون آخر رود وكلهم طبعا يأتيون بمنفذ الجاك وهنا ستحتاجون إلى أدابتر وهذا المنفذ إخواني وهذا الأدابتر يجب شرائه على انفراد أيضا تشاريه لوحده لكي يمكنك استخدام إما السماعات أو مايكروفون في حالة هذه يعني هذه يجب أخذها بين عيني لاعتبار إخواني خصوصا منشي المحتوى ندائما نخاطب منشي المحتوى أولا قبل المستخدم العادي لأن هذا المنفذ إخواني فهو مهم جدا بالنسبة للمايكروفون في حالة هذه يجب شراء هذه القطعة إخواني اللي تشاهدون مثل هذه تشاهدونها يجب شراءها لتسفيد من المايكروفون الخارجي إذن إخواني كانت هذه بعض الملاحظات حول جهاز الأبل آيفون 12 برو ماكس أنا عن نفسي سأحتفل طبعا بجهاز الأندرويد أي منشي محتوى يجب أن يكون لديك جهازين وأن تبقى على جهاز الأندرويد لأنه لا غنى عنه إخواني وهو يتيح لكم عدد كبير من التطبيقات وتنزلونها بكل سهولة عكس الأبستور واللي طبعا نسأل أبل لماذا لا تتيحون لنا عدد من التطبيقات على متجرنا نحن هنا في المغرب يعني نحن المغربة أخوتي لماذا لا نجد يوتيوب مثلا يجب تحويل على بلد آخر لننزل يوتيوب مثلا شيء يعني غير مفهوم خصوصا بأن ملاحظة فإذا كان لديكم رصيد على المتجر وقمتم بالتغيير إلى بلد آخر ستفقدون الرصيد خصوصا إذا كانت عبارة عن بطائق يعني كريديت لديكم على الأبستور يعني يجب أن تقوموا باستخدام ذلك الرصيد وبعد ذلك تحولون إلى بلد آخر تنزلون اليوتيوب وهذا المشكل هو معروف لكن نتمنى أن تسمع صوتنا نتمنى أن نجد عدد من التطبيقات مثلنا مثل باقي البلدان العربية أو باقي البلدان الأوروبية وأمريكا وكندا متاجرهم يعني غنية بالتطبيقات نحن هذا هو المشكل اللي نعاني منه ويجب أخذه بعيني الاعتبار أي واحد يعني يريد أن يشتري آيفون يجب أن يركز على مسألة التطبيقات هذه من الأمور إخواني اللي لاحظتها في هذا الجهاز عادة ذلك هو جهاز قوي جدا الكاميرات ممتازة جدا خصوصا إذا اشتريتم التطبيق والفيلميك برو سنضع له مراجعة إن شاء الله في أحد الأيام هذا التطبيق رائع يقوم ب يعني جعل هذه الكاميرا كاميرا احترافية أفضل ربما من كاميرات الديس إلار إذن هذا كل شيء غواني نتمنى لكم أوقات طيبة إذا كان هذا الفيديو هذا الدرس يعني مفيد لكم لا تنسوا الاشتراك في قناتنا تفعيل زر الجرس ولايك لهذا الفيديو تحياتي لكم كان معكم أخوكم محمد من قناة سيكرت اوف نت والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته